الاهلي يفوز على اتحاد جدة 3-1 مع الرقفة في احداث كثيرة حصلت في المباراة لو اتكلمت فيها هطلع فيها ان في لعبة من الاهلي اخطأت النهاردة في المباراة والتحاد جدة اصلا ما جاشت النهاردة في المباراة دي اول حاجة تاني حاجة جمهير التحاد جدة اللي فرحت في الاول عشان ان هي هتقابل النادي الاهلي وتلعوا قالوا واحد اتنين الطعمية راحت فين نسيوا ان الطعمية حرقة نسيوها دي خالص نسيوا ان لما جيه جمهير الهلال السعودي لما جيه فكر ان هو يحفل قبل مباراة الاهلي على المطش العلامي اللي عملوا قدام تشيلسي نسي من الدرس بتاع الهلال السعودي نفس اللي حصل من جمهير الهلال السعودي نفس اللي حصل مع جمهير التحاد جدة ومع ذلك هما اللي اتنين نسيوا ان الطعمية حرقة الطعمية بتحرق حتى وصل بهم المرحلة ان في واحد من المشجعين اتحاد جده رايح يقول واحد مشجع اهلاوي لو الاهل كسب هديك عشر تلاف ريال انا لما كان المشجع الاهلاوي ما حلوش مش عشان خطر الفلوس لا عشان خطر ما يرهنش على حسان خسران الاهل كان النهاردة كان بيلعب بطل افريقيا اتحاد جده كان بيلعب عشان يواخد الدوري السعودي وهو البلد المستضيف يعني مش قطال اسيا زي ما احنا ما كنا سامعين او ان احنا بنسمع في التالة بتيامين اللي فاتوا دول ده حاجة كمان يعني فيه حاجة فيه حاجة تانية الجماهير اللي بتفرح في البداية وبتوصل للعيبة المرحلة دي من الهياجان عشان لعبته اوكلاند سيتي وكسبته 3-0 عمرك ما هتلاقي اللعيبة هتديك المطش الجاي ليه عشان خاطر اللعب وصله ان هو كسبان من قبل ما يلعب اللعيبة النهاردة كانت نازلة عايزة تلعب على الواقف تمام سيبك بقى من الاتحاد جده خلينا نتكلم على لعيبة النادي الاهلي لعيبة النادي الاهلي النهاردة اللي كانت نازلة من بداية المطش بسبب لحصل من الجمهور عايزين ياكلوا ارضية الملعب تمام عايزين يحفروا اسميمه في الملعب تخيل انت لما تكسب اتحاد جده على ارضه وفي وسط جمهوره وفي وسط جمهوره وعلى الملعب بتاعه كمان تخيلها انت بقى تخيلها لما الاهلي كان ممكن يكسب اكتر من كده من الشوت الاولاني تمام بس اقدر الله ما شاء فعل والاهلي كسب في الاخر الفرق ما بين العقلية والعقلية ان احنا كالجمهور ما بنوصلش لللعيبة ان هم عملوا حاجة اوفر نحن حاجة حاجة كبيرة ده هو ده جمهور الاهلي غير اي جمهور تاني اللي بيوصل لللعيبة ان هم ابطال العالم هم دولة اللي بيقعوا رجل المباراة الاول هو محمد الشناوي ليه تصدوا كرة في اول المطش ما تتصدش ما تتصدش بمعنى اصح غير ضربة الجزاء بتاع كريم بن زيمان غير انه هم كان سادة كل صغرات الدفاع بتاع النادي الاهلي تمام سبك من الهدف اللي ادخل فيه هو كان صددها اصلا وجاي كريم بن زيمان اصلا بعد مكان انه كان نايم مثل كرة شمعها في الجول تمام ده الحاجة الوحيدة اللي عملوها طوال المباراة كلها طوال المباراة عملوا ايه ما عملوش حاجة حتى ضربة الجزاء اللي شطها كريم بن زيمان اصلا مش ضرب الجزاء لان الكرة اصلا بعيد عن المهاجم وعن المدافع يعني انت تخيل واحد لما بينط هقيت عدريعه مثلا ولا هيعمل ايه مع واحد اي واحد بينط بيرفع دريعه الاول دي حاجة معروفة حتى في اي في اي رياضة في اي حتى لو هو رياضة جاري تمام دي حاجة تاني حاجة انا ما كنتي شايف النهاردة اتحجد ده من الاهلي خالص الاتحاذ النهاردة كان غايب كان غايب والله اللاعب اللي جي نزل في الاخر اللي هو تقريبا بتاعهم المسج الجابهة هو ده اللي هو ده اللي اقول لك ايه يعني حتى خلى فيه سمود في الجابهة دي القبل كده ده كانت شوارع عنده كان فيه شوارع بتتفاتح وراء المدافعين بالتوتى حتى الجدد وبصراحة ده زكاء ما مرسل كلها فيه حاجة حبيب ان انا اتكلم فيها من ناحية تانية للعيبة النادي الاهلي تعال بقى نتكلم على اخطاء لعيبة النادي الاهلي عندك اوله بامام عشور امام عشور الكرة بتبقى تقيلة بتبقى تقيلة انت المفروض انك انت صنع لعج بتخلي الهجمة بتجري يعني بتخلي سرعة الهجمة ما بتقلش امام عشور النهاردة كان بيمسك الكرة بيتقل الهجمة تمام كهرباء اللي لو مهما اتكلمت اه بيضيع فرص وفرص ما تضيعش من لاعب معلش ناشئ بس بيصنع لك الفارق هو صاحب الهدفين اول هدف وثالث هدف ضربة الجزاء تعالي معلول ومين تعالي معلول ده انا ده هتكلم ان لسه فيه ده الواحد هو صاحب الهدف بتاع ضربة الجزاء وهو صاحب الهدف بتاع امام عشور الاولاني والثالث تمام حسين الشاحات حسين الشاحات النهاردة بيعمل كرة ارتوه تتدرس تتدرس انت متخيل انا شايف ان حسين الشاحات المنديالي ما بيظهرش او ما بيتحولش غير في كاس عالم اندي نيجي على احمد كوكا احمد كوكا اللي النهاردة راهب المطش ما تفهمش ما تفهمش هل مش عارف هو كان مرتبك ليه في الكورة او في بداية تت المطش عمل اخطاء كارسية تودي في دهي بس مع ذلك خد الثقة بعد ما شاف اللعيبة بتعمل حجمات كتير بتعمل حجمات كتير والف السلام علي لانه هو اتصاب في اخر المباراة وبصراحة انا ما كنتش عايز احمد كوكا حتى لو هيعد دكة مش كنت عايزه ان هو اتصاب ليه؟ بتبقى منطمن ان انت عندك دكة تخليك انك انت تلعب اي مباراة قدامك صح؟ ولا انا غلطان؟ دي حاجة حابب ان انا اتكلم عن محمد هاني محمد هاني اللي لو ما اتكلمت عليه وبالذات في كاس عالم قندية محمد هاني بيظهر بشكل اتاني خالص محمد هاني بيبقى فعلا من مونديالي مدافع ولا باكي مين؟ اسباني مش مصري تحس ان هو مفيش اسم بيبقى قدامه ومع الكورة بيعرف يسلك قدامه ايا كان بقى مين بقى اللي قدامه؟ فاكرين باير الميونيخ؟ فاكرين ان هو في كاس عالم قندية بعد كاس عالم قندية بتاع باير الميونيخ ان هو كان هو السبب اللي خلانا نوصل لمركز التالت هو ده محمد هاني او ده هي دي عقلية محمد هاني محمد هاني بيحب يلعب مع المنافس اللي قدامه اللي بيبقى فاستو فاست مش اقضيها تفاع اهو تشوف فعلا محمد هاني انما محمد هاني لا بصراحة كان خيب توقعات الجماهير كلها بيرستاو بيرستاو هو يعني اقدر اقولك ان هو لاعب تقيل وتقيل في الملعب وتقريبا اه هو اللي كان ليه فعالية اكبر كلها مع لعبة النادي الاهلي والدام اتحاد جد هو اللي كان اللي ليه تفاعل جامد على المرمى بتاع اتحاد جد ودي حاجة اه ودي حاجة اصلا ما ينفعش ان احنا نتكلم فيها لان هو ده مستوى بيرستاو اللي جايل لك اصلا من الدور الانجليزي جايل لك وبعد السنة اللي لعبها مع النادي الاهلي كان كلها اصابات وكان عايز الجماهير كانت عايزان ان هو يتباع والادارة كان بتفكر ان هي يتبيعه وقال انا مش همشي لما ثبت نفسي لجماهير الاهلي ان انا مش صفقة فشلة وصفقة نجحة وساعتها الجمهور هو اللي يحكم يا اما انا كمل يا اما ما اكملش وقد كان ومن ساعتها بيرستاو احسن لعب داخل القرر خل بالك من الكلمة دي احسن لعب داخل القرر هو اللي ليه نصيب اكبر في دورة ابطال افريقيا اللي خدها الاهلي مع مارسل كولر وبصراحة شابول مارسل كولر ان هو حياة من العدم حياة من نسبة لناحية الجمهور ان الجمهور كان عايز ان هو يمشي وقال لأ في مؤتمر صاحبي تلع قال لأ بيرستاو هو اللاعب الوحيد اللي بيعمل كل حاجة انا بقولها له وبصراحة دي حاجة نقول عليها المارسل كولر ان هو شابو ان هو ساب لعب بخامة بيرستاو مع الاهلي لان فعلا مش كان هيبقى عندك جناح زي بيرستاو علي معلول علي معلول بعد الهدف الاول من اللي هي جات من ضربة جزاء عمل حاجة لجمهور اتحاد جدة تقريبا مثل الشعب المصري او جماهير الاهلي في اللي هو عمله ان هو يجيبه الجمهور ويروح على التحاجات ده وهو بيجري من الفرحة بيعمل لهم كده تمام هو ده جمهور النادي الاهلي يعني زي ما تقول هو ده يعني علم عليه العمل اللي الجمهور عايز يعمله ده غير ان الجمهور رحفل عليهم في الاخر ايه اللي حاصل عندكم هتسمعونا حسوكم واحد اتنين الكابسة راح يتفعل هو ده مستوى كل اندية العربية قدام النادي الاهلي مفيش نادي عربي في كاس عالم اندية بيقف قدام الاهلي لما بيروح تمام؟ في كاس عالم اندية انا بتكلم في الجيل ده الجيل اللي قبل كده ده بتاع اللي حاصل قبل كده ده انا مليش دعوه بي انا بتكلم في الجيل ده دلوقتي مفيش نادي عربي الا لما تلب من الاهلي واللعبة النادي الاهلي نجي نتكلم بعد مين على اسبب AB خسارة اتحاد جده او سبب من ضمن اسباب خسارة اتحاد جده اتحاد جده او لعابت اتحاد جده نسلوا بالاساسيين وعملوا كل حاجة هم عايزين يعملوها قدام اوكلند سيتي مع العلم ان اوكلند سيتي لوael Ded boca كان نسل قدام بالدكة كان هيكسب برضو بس هما ادوا لفريق اوكلندي سيتي زيادة عن حجمه وهو ده اللي فرهد اللعيبة ونزلوا النهاردة قدام لعبة الأهل اللي المفوت أعدى مريحة بقى لها أسبوع أعدى مريحة نزلوا بالشكل اللي احنا كنا شايفينه أول نص ساعة عملوا كل حاجة عملوا كل حاجة يعني اللي هو فرهدوا نفسهم في نص الملعب يعني نزلوا قدام الأهل ما تفهمش هم عايزين إيه ما تفهم حتى وردوا في مطش هم مش فهمين هم عايزين إيه يعملوا إيه وهو ده الفرق باللعيبة بتيجي تلعب عشان خاطر الفلوس ولعيبة بتيجي عشان خاطر تلعب عشان خاطر البطولة وعشان خاطر روح الفانيلا الحمراء عارفين بقى لو الاتحاد جد ما كانش قد اهتمام لفرقة أوكلاند سيتي وكان نزل بالدكة واللعيبة النهاردة الأساسية بتاع كريم بنزيمة وفابينيو وكانتي ورومارينيو لو كانوا نزلوا بقى النهاردة قدام الأهلي وهما فائقين كانوا يخسروا برضو وهو ده آخر كلامي من ناحية المباراة معلش يا جماعة قبل ما نهي الفيديو لإني افتكرت حاجة هتكلم فيه هو أحمد حجازي أحمد حجازي مدفع اتحاد جد وهو ده الفرق ما بين الأهلي ما بين أي نادي تاني عربي انت هناك بتلعب عشان خاطر الفلوس وانت سبت الأهلي في عز ما هو كان محتاجك عشان خاطر الفلوس ما تقولش بقى عشان خاطر احتراف لا عشان خاطر الفلوس لو عشان خاطر الاحتراف ما كنتش سبت الدورة الانجليزية وكنتكملت فيه إنما انت جيت إنما انت جيت اتحاد جد عشان خاطر الفلوس برضو وهو ده الأهلي حطك في خانة وحشة والجمهور دلوقتي جمهور الأهلي مهما كان انت عملت ايه هو خلاص انت بالنسبة له وانت كانت محروق بالنسبة للي حصل النهاردة وفرح الجمهور الأهلي بالذات باللي انت عملته النهاردة في المباراة تقريبا انت ضيعت آخر محبة مع جمهور النادي الأهلي تمام وحابب ان انا اقول النادي الأهلي غير اي نادي تاني عربي النادي الأهلي اللي بيجي يحترف من كل الدوريات في أفريقيا بالنسبة له الأهلي في قارة أفريقيا رقم واحد وبالنسبة له حتى كمان في اي بطولة عربية بالنسبة له الأهلي رقم واحد تمام مش افكر في مصلحتي عن الأهلي اديك فكرت في مصلحتك واديك خسرت خسارة موزلة قدام لعبة الأهلي وقدام جمهور النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر